بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الخامس عشر من دروس تفسير سورة النحل للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الثانية والسبعين وما بعدها إلى الآية السادسة والسبعين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم يقول الإمام في تفسير قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال الناس ذكره الله تعالى ليستدل به على وجود الإله المختار الحكيم وليكون ذلك تنبيها على إنعام الله تعالى على عبيده بمثل هذه النعم فقوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا قال بعضهم المراد أنه تعالى خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام وهذا ضعيف لأن قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا خطاب مع الكل فتخصيصه بآدم عليه السلام وحواء خلاف الدليل بل هذا الحكم عام في جميع الذكور والإناث والمعنى أنه تعالى خلق النساء ليتزوج بهن الذكور ومعنى من أنفسكم مثل قوله فاقتلوا أنفسكم وقوله فسلموا على أنفسكم أي بعضكم على بعض ونظير هذه الآية قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمَّ وَدَّةً وَرَحْمَةً قال الأطباء وأهل الطبيعة التفاوت بين الذكر والأنثى إنما كان لأجل أن كل من كان أسخن مزاجا فهو الذكر وكل من كان أكثر برودة ورطوبة فهو الأنثى ثم قالوا المني إذا انصب إلى الخصية اليمنى من الذكر ثم انصب منه إلى الجانب الأيمن من الرحم كان الولد ذكرا تاما في الذكورة وإن انصب إلى الخصية اليسرى من الرجل ثم انصب منها إلى الجانب الأيسر من الرحم كان الولد أنثى تاما في الأنثى وإن انصب إلى الخصية اليمنى ثم انصب منها إلى الجانب الأيسر من الرحم كان الولد ذكرا في طبيعة الإناث وإن انصب إلى الخصية اليسرى من الرجل ثم انصب منها إلى الجانب الأيمن من الرحم كان هذا الولد أنثى في طبيعة الذكورة واعلم أن حاصل هذا الكلام أن الذكورة علتها الحرارة واليبوسة وأن الأنوثة علتها البرودة والرطوبة وهذه العلة في غاية الضعف فقد رأينا في النساء من كان مزاجها في غاية السخونة وفي الرجال من كان مزاجه في غاية البرودة ولو كان الموجب للذكورة والأنوثة ما قالوا لم تنع ذلك فثبت أن خالق الذكر والأنثى هو الإله القديم الحكيم وظهر بالدليل الذي ذكرناه صحة قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ثم قال تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة قال الواحدي أصل الحفدة من الحفد وهو الخفة في الخدمة والعمل يقال حفد يحفد حفدا وحفودا وحفدانا إذا أسرى ومنه قولنا في دعاء القنوت وإليك نسعى ونحفد والحفدة جمع الحافد والحافد كل من كان أو كل من يخف في خدمتك ويسرع في العمل بطاعتك يقال في جمعه الحفد بغيرها كما يقال الرصد في جمع الراصد فمعنى الحفدة في اللغة الأعوان والخدام ثم يجب أن يكون المراد من الحفدة في هذه الآية الأعوان الذين حصلوا للرجل من قبل المرأة لأنه تعالى قال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة فالأعوان الذين لا يكونون من قبل المرأة لا يدخلون تحت هذه الآية إذا عرفت هذا فنقول قيل هم الأختان وقيل هم الأصهار وقيل ولد الولد والأولى دخول الكل فيه لما بينا أن اللفظ محتمل للكل بحسب المعنى المشترك الذي ذكرناه ثم قال تعالى ورزقكم من الطيبات لما ذكر تعالى إنعامه على عبيده بالمنكوح وما فيه من المنافع والمصالح ذكر إنعامه عليهم بالمطعومات الطيبة سواء أكانت من النبات وهي الثمار والحبوب والأشربة أو كانت من الحيوان ثم قال أفب الباطل يؤمنون قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بالأصنام وقال مقاتل يعني بالشيطان وقال عطاء يصدقون أن لي شريكا وصاحبة وولدا وبنعمة الله هم يكفرون أي بأن يضيفوها إلى غير الله عز وجل ويتركوا إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى وفي الآية قول آخر وهو أنه تعالى لما قال ورزقكم من الطيبات قال بعده أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والمراد منه أنهم يحرمون على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم مثل البحيرة والسائبة والوصيلة ويبيحون لأنفسهم محرمات حرمها الله عليهم وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على النصب يعني لما يحكمون بتلك الأحكام الباطلة وبإنعام الله تعالى في تحليل الطيبات وتحريم الخبيثات يجحدون ويكفرون والله أعلم ثم قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون يقول الإمام اعلم أنه تعالى لما شرح أنواعا كثيرة في دلائل التوحيد وتلك الأنواع كما أنها دلائل على صحة التوحيد فهي نعم جليلة لذلك بدأ بذكر أقسام النعم الجليلة الشريفة ثم أتبعها في هذه الآية بالرد على عبدة الأصنام فقال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون أما الرزق الذي يأتي من جانب السماء فيعني به الغيث الذي يأتي من جهة السماء وأما الذي يأتي من جانب الأرض فهو النبات والثمار التي تخرج منها وقوله من السماوات والأرض صفة النكرة التي هي قوله رزقا كأنه قيل لا يملك لهم رزقا من الغيث والنبات وقوله شيئا قال الأخفش جعل قوله شيئا بدلا من قوله رزقا والمعنى لا يملكون رزقا لا قليلا ولا كثيرا ثم قال ولا يستطيعون والفائدة في هذه اللفظة أن من لا يملك شيئا قد يكون موصوفا باستطاعة أن يتملكه بطريق من الطرق فبين تعالى أن هذه الأصنام لا تملك وليس لها أيضا استطاعة تحصيل الملك فبين تعالى أن هذه الأصنام لا تملك وليس لها أيضا استطاعة تحصيل الملك فإن قيل إنه تعالى قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك فعبر عن الأصنام بصيغة ما وهي لغير أولي العلم ثم قال ولا يستطيعون والجمع بالواو والنون مختص بأولي العلم فكيف الجمع بين الأمرين والجواب أنه عبر عنها بلفظ ما اعتبارا لما هو الحقيقة في نفس الأمر والجواب أنه عبر عنها بلفظ ما اعتبارا لما هو الحقيقة في نفس الأمر وذكر الجمع بالواو والنون اعتبارا لما يعتقدون فيها أنها آلهة ثم قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال وفيه وجوه الأول قال المفسرون يعني لا تشبهوه بخلقه الثاني قال الزجاج معناه لا تجعلوا لله عز وجل مثلا لأنه واحد لا مثل له ليس كمثله شيء ولم يقل له كفوا أحد الثالث أقول والقائل الإمام يحتمل أن يكون المراد أن عبدة الأوثان كانوا يقولون إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده الواحد منا بل نحن نعبد الكواكب أو نعبد هذه الأصنام ثم إن الكواكب والأصنام عبيد الإله الأكبر الأعظم والدليل عليه العرف فإن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك وأولئك الأكابر يخدمون الملك فكذا هاهنا فعند هذا قال الله تعالى لهم أتركوا عبادة هذه الأصنام والكواكب ولا تضربوا لله الأمثال التي ذكرتموها وكونوا مخلصين في عبادة الإله الحكيم القدير ثم قال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وفيه وجهان الأول أن الله تعالى يعلم ما عليكم من العقاب العظيم بسبب عبادة هذه الأصنام وأنتم لا تعلمون ذلك ولو علمتموه لتركتم عبادتها الثاني أن الله تعالى لما نهاكم عن عبادة هذه الأصنام فاتركوا عبادتها واتركوا دليلكم الذي عولتم عليه وهو قولكم الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدخل في التعظيم من الاشتغال بعبادة نفس الملك لأن هذا قياس والقياس يجب تركه عند ورود النص فلهذا قال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون يقول الإمام اعلم أنه تعالى أكد إبطال مذهب عبدة الأصنام بهذا المثال وفيه مسائل المسألة الأولى في تفسير هذا المثل قولان القول الأول أن المراد أنّا لو فرضنا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وفرضنا حرا كريما غنيا كثير الإنفاق سرا وجهرا فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية بينهما في التعظيم والإجلال فلما لم تجوز التسوية بينهما مع استوائهما في الخلقة والصورة والبشرية فكيف يجوز للعاقل أن يسوي بين الله تعالى القادر على الرزق والإفضال وبين الأصنام التي لا تملك ولا تقدر البتة والقول الثاني أن المراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر فإنه من حيث إنه بقي محروما عن عبودية الله تعالى وعن طاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجز والمراد بقوله ومن رزقناه منا رزقا حسنا هو المؤمن فإنه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله فبين تعالى أنهما لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله تعالى واعلم أن القول الأول أقرب لأنما قبل هذه الآية وما بعدها إنما ورد في إثبات التوحيد وفي الرد على القائلين بالشرك فحمل هذه الآية على هذا المعنى أو لا المسألة الثانية اختلفوا في المراد بقوله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فقيل المراد به الصنم لأنه عبد بدليل قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وأما أنه مملوك ولا يقدر على شيء فظاهر والمراد بقوله ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا المراد عابد الصنم لأن الله تعالى رزقه المال وهو ينفق من ذلك المال على نفسه وعلى أتباعه سرا وجهرا إذا ثبت هذا فنقول هما لا يستويان في بديهة العقل بل صريح العقل يشهد بأن ذلك القادر أكمل حالا وأفضل مرتبة من ذلك العاجز فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصنم أفضل من ذلك الصنم فكيف يجوز الحكم بكونه مساويا لرب العالمين في العبودية والقول الثاني أن المراد بقوله عبدا مملوك عبد معين وقيل هو عبد لعثمان بن عفان رضي الله عنه وحملوا قوله ومن رزقناه منا رزقا حسنا على عثمان رضي الله عنه خاصة والقول الثالث أنه عام في كل عبد بهذه الصفة وفي كل حر بهذه الصفة وهذا القول هو الأظهر لأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى في هذه الآية والله أعلم المسألة الثالثة احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئا فإن قالوا ظاهر الآية يدل على أن عبدا من العبيد لا يقدر على شيء فلما قلتم إن كل عبد كذلك فنقول الذي يدل عليه وجهان الأول أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم وكونه عبدا وصف مشعر بالذل والمقهورية وقوله لا يقدر على شيء حكم مذكور عقيبة فهذا يقتضي أن العلة لعدم القدرة على شيء هو كونه عبدا وبهذا الطريق يثبت العموم الثاني أنه تعالى قال بعده وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فميّز هذا القسم الثاني عن القسم الأول وهو العبد بهذه الصفة فميّز هذا القسم الثاني عن القسم الأول وهو العبد ميّزه بهذه الصفة وهو أنه يرزقه رزقا فوجب أن لا يحصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين القسم الثاني وبين القسم الأول ولو ملك العبد لكان الله تعالى قد آتاه رزقا حسنا لأن الملك الحلال رزق حسن سواء كان قليلا أو كثيرا فاثبت بهذين الوجهين أن ظاهر الآية يقتضي أن العبد لا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ثم اختلفوا فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره التشدد في ذلك حتى قال لا يملك الطلاق أيضا وأكثر الفقهاء قالوا يملك الطلاق إنما لا يملك المال ولا ماله تعلق بالمال واختلفوا في أن المالك إذا ملكه شيئا فهل يملكه أم لا وظاهر الآية ينفيه بقي في الآية سؤالات السؤال الأول لما قال مملوكا لا يقدر على شيء وكل عبد فهو مملوك وغير قادر على التصرف فما فائدة هذا القيد قلنا أما ذكر المملوك فليحصل الامتياز بينه وبين الحر لأن الحر قد يقال إنه عبد الله وأما قوله لا يقدر على شيء فليحصل الامتياز بينه من جهة وبين المكاتب والعبد المأذون من جهة أخرى لأنهما يقدران على التصرف السؤال الثاني من في قوله ومن رزقناه ماهي قلنا الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل وحرًا رزقناه ليطابق عبده ولا يمتنع أن تكون من موصولة السؤال الثالث لما قال يستوون على الجمع قلنا معناه هل يستوي الأحرار والعبيد ثم قال الحمد لله وفيه وجوه الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله على ما فعل بأوليائه وأنعم عليهم بالتوحيد والثاني المعنى أن كل الحمد لله المعنى أن كل الحمد لله وليس شيء من الحمد للأصنام لأنها لا نعمة لها على أحد وقوله بل أكثرهم لا يعلمون يعني أنهم لا يعلمون أن كل الحمد لله تعالى وليس شيء منه للأصنام الثالث قال القاضي في التفسير قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله ويحتمل أن يكون خطاباً لمن رزقه الله تعالى رزقاً حسناً بأن يقول الحمد لله على أن ميزه في هذه القدرة عن ذلك العبد الضعيف الرابع يحتمل أن يكون المراد أنه تعالى لما ذكر هذا المثل وكان هذا مثلاً مطابقاً للغرض كاشفاً عن المقصود قال بعده الحمد لله يعني الحمد لله على قوة هذه الحجة وظهور هذه البينة ثم قال بل أكثرهم لا يعلمون يعني أنها مع غاية ظهورها ونهاية وضوحها لا يعلمها ولا يفهمها هؤلاء الضلال ثم قال تعالى وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم يقول الإمام اعلم أنه تعالى أبطل قول عبدة الأوثان والأصنام بهذا المثل الثاني وتقريره أنه كما تقرر في أوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساوياً في الفضل والشرف للناطق القادر الكامل مع استوائهما في البشرية فلا أن يحكم بأن الجماد لا يكون مساوياً لرب العالمين في المعبودية كان أولى ثم نقول في الآية مسألتان المسألة الأولى أنه تعالى وصف الرجل الأولى بصفات الصفة الأولى الأبكم وفي تفسيره أقوال نقلها الواحد الأول قال أبو زيد رجل أبكم وهو العيي وهو العيي المقحم وقد بكماً وبكامة وقال أيضاً الأبكم الأقطع اللسان وهو الذي لا يحسن الكلام الثاني روى ثعلب عن ابن الأعرابي الأبكم الذي لا يعقل الثالث قال الزجاج الأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل الصفة الثانية قوله لا يقدر على شيء وهو إشارة إلى العجز التام والنقصان الكامل والصفة الثالثة قوله وهو كل على مولاه أي هذا الأبكم العاجز كل على مولاه قال أهل المعاني أصله من الغلض الذي هو نقيض الحدة يقال كل السكين إذا غلضت شفرته فلم يقطع وكل لسانه إذا غلض فلم يقدر على الكلام وكل فلان عن الأمر إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه فقوله كل على مولاه أي غليظ وثقيل على مولاه الصفة الرابعة قوله أينما يوجهه لا يأتي بخير أي أينما يرسله ومعنى التوجيه أن ترسل صاحبك في وجه معين من الطريق يقال وجهته إلى موضع كذا فتوجه إليه وقوله لا يأتي بخير معناه أنه عاجز لا يحسن ولا يفهم ثم قال تعالى هل يستوي أي هل يستوي هذا الموصوف بهذه الصفات الأربع ومن يأمر بالعدل واعلم أن الآمر بالعدل يجب أن يكون موصوفا بالنطق وإلا لم يكن آمرا ويجب أن يكون قادرا لأن الأمر مشعر بعلو المرتبة وذلك لا يحصل إلا مع كونه قادرا ويجب أن يكون عالما حتى يمكنه التمييز بين العدل وبين الجور فثبت أن وصفه بأنه يأمر بالعدل يتضمن وصفه بكونه قادرا عالما وكونه آمرا يناقض كون الأول أبكم وكونه قادرا يناقض وصف الأول بأنه لا يقدر على شيء وبأنه كل على مولاه وكونه عالما يناقض وصف الأول بأنه لا يأتي بخير ثم قال تعالى وهو على صراط مستقيم معناه كونه عادلا مبرأا عن الجور والعبث إذا ثبت هذا فنقول ظاهر في بديهة العقل أن الأول والثاني لا يستويان فكذا هاهنا والله أعلم المسألة الثانية في المراد بهذا المثل أقوال كما في المثل المتقدم فالقول الأول قال مجاهد كل هذا مثل إله الخلق وما يدعى من دونه من الباطل قال مجاهد كل هذا مثل إله الخلق وما يدعى من دونه من الباطل أما الأبكم فمثل الصنم لأنه لا ينطق البتة وكذلك لا يقدر على شيء وأيضا كل على عابديه لأنه لا ينفق عليهم وهم ينفقون عليه وأيضا إلى أي مهم من توجه الصنم لم يأت بخير وأما الذي يأمر بالعدل فهو الله سبحانه وتعالى والقول الثاني أن المراد من هذا الأبكم هو عبد لعثمان بن عفان رضي الله عنه كان ذلك العبد يكره الإسلام وما كان فيه خير وكان مولاه وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه يأمر بالعدل وكان على الدين القويم والصراط المستقيم والقول الثالث أن المقصود منه كل عبد موصوف بهذه الصفات المذمومة وكل حر موصوف بتلك الصفات الحميدة وهذا القول أولى من القول الأول لأن وصفه تعالى إياهما بكونهما رجلين يمنع من حمل ذلك على الوثن وكذلك وصف أحدهما بالبكم وبالكل وبالتوجه في جهات المنافع وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم يمنع من حمله على الله تعالى وأيضا فالمقصود تشبيه صورة بصورة في أمر من الأمور وذلك التشبيه لا يتم إلا عند كون إحدى الصورتين مغايرة للأخرى وأما القول الثاني فضعيف أيضا لأن المقصود إبانة التفرقة بين رجلين موصوفين بالصفات المذكورة وذلك غير مختص بشخص معين بل أينما حصل التفاوت في الصفات المذكورة حصل المقصود والله أعلم وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية السادسة والسبعين ونقف عند الآية السابعة والسبعين وهي قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين